مرحبا بكم في الدرس الرابع من الوحدة الثالثة ونتناول في هذا الدرس الطريقة الثالثة من طرق توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن وهي طريقة توزيع الأرباح والخسائر بعد احتساب رواتب الشركاء فقد يتفق الشركاء في شركة التضامن على طريقة لتوزيع الأرباح والخسائر تكافي الشريك أو الشركاء العاملين بأخذ النصيب من الأرباح تعويضاً لهم عن عملهم في الشركة ويعتبر هذا الراتب توزيعاً للربح وليس تكلفة ولحساب رواتب الشركاء عند توزيع الأرباح والخسائر عدالة في توزيع الأرباح والخسائر وفيما يليه مثال يوضح الأثر المحاسبي في حالة احتساب رواتب الشركاء مثال قرر زيد وعمر التكويه شركة تضامن برأس مال قدره مليون ريال مقسم بينهما بالتساوي وتم الاتفاق على أن يقوم عمر بإدارتها مقابل راتب شهري يبلغ 10 ألاف ريال وقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 320 ألف ريال وأن الأرباح توزع بعد خصم راتب الشريك المطلوب تحديد نصيب كل شريك من الأرباح وتسجيل قيدة اليومية اللازم لإظهار أثر توزيع الأرباح على سجلات الشركة أولاً تحديد نصيب كل شريك من الأرباح راتب الشريك المدير زيد ليس لديه راتب أما عمر فلديه راتب 120 ألف ريال بواقع 10 ألاف ريال في كل شهر في 12 شهر لـ 120 ألف ريال الباقي من الأرباح 200 ألف ريال باعتبار أن الشركة حققت أرباح صافية 320 ألف ريال وبعد خصم راتب الشريك المدير اللي هو الشريك عمر 120 ألف ريال الباقي من الأرباح 200 ألف ريال ونصيب كل شريك من باقي الأرباح يقتسمونها بالتساوي 100 ألف زيد و100 ألف ريال لعمر مجموع نصيب كل شريك بالنسبة لزيد 100 ألف ريال وبالنسبة لعمر 22 ألف ريال للراتب الشريك ونصيبه من باقي الأرباح أما قيد اليومية فيتم تسجيله كالآتي من حساب المتاجر والأرباح والخسائر بصافي الأرباح 320 ألف ريال إلى مذكورين جاري الشريك زيد 100 ألف ريال وجاري الشريك عمر 220 ألف ريال هذا في حالة الأرباح في حالة أن شركة حقق أرباح وتم احتساب راتب الشريك العامل وكذلك لتوزيع الأرباح لرواتب الشركاء أو احتساب رواتب الشركاء أثر على عدالة توزيع الخسائر عند حدوثها وفيما يلي مثال يوضح ذلك قرر زيد عمر تكوين شركة تضاوم برأس مال قدره مليون ريال مقسم بينهم بالتساوي واتفقوا على أن يقوم عمر بإدارتها براتب شهري يبلغ 10 ألاف ريال وقد حقّت الشركة خسائر بلغت 150 ألف ريال وأن الخسائر توزع بعد خصم راتب الشريك بالتساوي يعني خصم راتب الشريك وبعد ذلك يتم توزيع الخسائر بالتساوي بين الشركاء المطلوب تحديد نصيب كل شريك من الخسائر وتسجيل قيدة اليومية اللازمة لإظهار أثر توزيع الخسائر على سجلات الشركة أولا نصيب كل شريك من الخسائر كما هو واضح في الجدول النصاف الخسارة 150 ألف ريال راتب الشريك المدير بواقع 10 ألاف ريال في كل شهر 120 ألف ريال في العام نصيب الشريك من الخسارة طيب قبل تحديد نصيب الشريك من الخسارة النصاف الخسارة 150 ألف ريال وراتب يضاف إليها راتب الشريك يضاف إليها راتب الشريك 120 ألف ريال ليصبح صاف الخسارة 270 ألف ريال توزع بين الشركين بالتساوي 135 ألف ريال 135 ألف ريال لكل شريك ومجموع نصيب كل شريك من الخسارة بالنسبة للشريك عمر 135 ألف ريال وبالنسبة للشريك عمر 15 ألف ريال باعتبار أن لديه راتب يجب أن خصمه من هذه الخسارة 135 ألف ريال يطرح منها 120 ألف ريال الباقي 15 ألف ريال وعليه نصيب الشركاء من الخسارة 135 ألف ريال بالنسبة للشريك زيد و15 ألف للشريك عمر بعد خصم راتب راتب هذا الشريك ويتضح أن هناك عدالة في توزيع الخسائر في توزيع الخسائر عند احتساب راتب الشريك العامل فلو أننا قسمنا هذه الأرباح بالتساوي لكان نصيب كل شريك 135 ألف ريال 135 ألف 75 ألف ريال 75 ألف ريال بعد بارة صاف الخسارة 150 ألف ريال ولكن في حالة احتساب راتب الشريك أصبح ما يتحمل هو الشريك زيد 135 ألف ريال وما يتحمل هو الشريك عمر 15 ألف ريال وعليه يكون قيدة اليومية كالآدي مما تذكورين جار الشريك زيد 135 ألف ريال وجار الشريك عمر 15 ألف ريال إلى حساب المتاجرة والأرباح والخسائر بصاف الخسارة 150 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر